اختبار ليكم انتم الاثنين انا ما مسؤول عن ايجاد تانا والواحد هو انا بستمت انا ما عرفش اقول كده من كان الاحق والاجدر بالفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا سؤال ليبليل بص يعني كورة ولا يعني بعيدا عن العاطفة ما انا بقولك بعيدا عن العاطفة انا بشوف ان منشستر سيتي كرويا على يعني معطيات اللي قدموا منشستر سيتي خلال مشوار البطولة من هجوم من طرق لعب من تنوع هجومي من حلول من 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 كل ده منشستر سيتي هو على ارض الملعب كان اوقع الموضوع كان يبقى واقعي اكتر لو سيتي توج باللقب وخلينا نقول حتى يعني خروج منشستر سيتي امام ريال مدريد اتكتبت في النهاية بالمناسبة النتيجة بتعادل يعني انت عارف رقلات الترجيح مبتحسبش خسارة ولكن هي لازم نروح لها علشان يتحدد الفريق الصاعد فقط ولكن ريال مدريد بقى زي ما احنا بتكلم بشخصية البطل بالتاريخ بانشلوتي بكل الكلام دوت هو برضو ليه ما تقدرش تستبعده خلق على داء المحلل الفني ولبس مناء المشاكلة هتقول لي الكلام ده انت لو كتالوني انا ما تفاجأتش انا بتكلم احنا على ارض الملعب بالعروض اللي بتتقدم على ارض الملعب والكورة منشستر سيتي ولكن لو منشستر خرج فانت بتستغربش ان ريال مدريد وتوج احمد طبعا قول انو حدنا الريال مدريد الفريق اللي يقدر يكسب منشستر سيتي ويكسب بير مينخ ويكسب دورته من دول الخرج باريس سان جرمان كل الاندية ديت انا بشوف الاندية مختلفة وفرق كبيرة جدا خاصة الستي زي ما بلدتكلم الستي فريق قوي جدا جدا وفريق مرعب وعنده حلول وصعب جدا تكسب الستي بسهولة لكن الريال مدريد وانتشلت ليهو مدرسة مختلفة ومدرسة خاصة ممكن تشوف مرضية بالنسبة للجماهير الريال طبعا مرضية لان ممكن بسهولة يعني جمهور الريال سعيد اكيد باللقب والبطول لكن سعيد بالكرة اللي بيقدمها الريال في ظل وجود يعني الكتيبة النجوم دي طبعا احنا احنا بنعوض الكرة الممتعة بلحظات الاثارة والتشويق انا هقول حقيقة يعني خد بالك انه 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 في النهاية النادي الجماهير اللي متعودة دايما على التتويج وعلى البطولات ساعدتها ما بتبقاش غامرة يعني يعني اصد ايه النادي اللي بقى له مثلا عشرين خمسة وعشرين او ما شافش اساسا بطولة او بقى له مثلا عشرين سنة ما جالوش دورية ولا جالو دوري ابطال فاهم لما جيلوا اي بطولة هيقيم الاحتفالات يعفهم يوعدوا اسبوع يحتفل بالبطولة الاهلي احنا نكسب البطولة بالليل الثاني يوم الصفح قصة حصل موقف مع انشلوتي وكولر اللي اتنين زي بعض بالزبط في المؤتمر الصحفي اه اتسأل كولر اتسأل عن التلاتاشر وانشلوتي اتسأل عن الستاشر والاثنين قالوا احنا شغالين عليهم من على طول بعض البطولة فهي ده ده بالاندية الكبيرة طبعا وقدر الكبار انه هم يبقوا دايما في منافسة مستمرة علشان كده هتلاقي النادي الاهلي في افريقيا والاثنين بالمناسبة عالميا الاثنين الاكثر تتويجا بالبطولات يعني النادي الاهلي وريال مدريد انا معاك في ده تماما انا مش مختلف انا مش بقارن هنا بين الاهلي وبين الريال لانه بالعكس انا بشوف انه كمان اهلي في حدود امكانياته المتاحة يعني الريال منطقي جدا الريال منطقي انه يبقى في الحتة دي طبعا عنده كل شعبية جماهرية تاريخ لعبين ادارة امكانيات فنية وبدنية ومش موجودة عند اي فريق في العالم يعني لما تقارن سكواد الحقيقة مثلا الريال وتشوف قمته التسويقية وتقارن الاسماء اللي موجودة في الستي لا كافة الريال اتقل يعني الستي ما فيهوش النجوء ما فيهش السوبر سورلز انت بتكلم النهاردة على جود بيلنجهام على كيليا نمبابي على فينيسيس جونيور على تيبو كورتوى لما تقارن بسيسناء دي بروين مش عايز تجيب سيت رودريجو اللي قال تصريح قالك الستي هو افضل فريق في العالم والجمهور الريال غاضب حتى الان من رودريجو ومعندهمش مشكلة ان هو يرحل بالمناسبة بس مش هنسيبه يرحل للستي دلوقتي يباش عندينا مشكلة لا بس انا ازولك احمد حاجة بس انا بتكلم في نقطة تانية بس انا مش بقارنة بالاهلي والريال بالعكس بشوف انه الاهلي انجازاته في اطار المحيط اللي هو بيحقق فيه الانجازات دي من حيث امكانيات يعني الريال بيلعب في اوروبا بيلعب في احسن ملاعب في الدنيا الاهلي انت متشوف مشوار الاهلي في دولة الابطال السنية دي كم سفرية الجو اللي بيلعب فيه عامل ازاي الملاعب والارض اللي بيلعب فيها عامل ازاي المعاناة اللي بيعانيها في السفر لمسافات طويلة جدا كم مباراة بيلعبها في السيزن امكانياته الاقتصادية وتلاقي بيحقق ده فمش ممكن تحطه في مقارنة مع ريال لكن انا اللي بكلم عليه انه جماهير الاهلي زي زي ريال بتستمتع دائما بالالقاب والبطولات لكن كمان لازم تشبع كورة يعني عايزة تتفرج على فريق مسيطر محيمن بيكسب عند جدرة واستحقاق هل السؤال هنا هل جماهير الريال مستمتع بالموسم انتو خدتو ليجة وخدتو تشامبينز ليجة سعداء بالكورة اللي بيقدمها انشالاتي مع الكتيبة المدججة بالنجوم دي يعني اصمع مصطف انا مثلا بشوف ان اداء ريال مدريد اداء مختلف تماما عن عن دورة يا ابتال الرب ان بشوف ان اداء ريال مدريد كله في الدورة الازباني كله هجومي ولو بصنا على مبرات كبيرة جدا حتى مبراته مع برشنة دايما كان بيهاجم مطلعات لعب مختلفة تماما كان اداءه ممتع لكن في مبرات كبيرة انت عارف يعني مثلا ان مانشستر سيتي دايما بيعتمل على استحواز هل انت تقدر تهاجم الستي بكل النجوم وبكل الامكانيات الكبيرة دي لأ طبعا ده مش منطق لكن الزكاء ان انت ما تيجي تلعب قدام منافس قوي وعارف مدى قوته فانت تلعب بطالة لعبة مختلفة تخرج منها كسبان وتوصل للهدف اللي انت عايزه لكن الريال هو كده سابل محلل فني وسابل الجمهور واعد على كمدير فني لا يعني هو الفكرة ان انت دايما المتعة لا كان فيه متعة في بعض المبارات في الدولة راضي يعني انت كمشجع جدا لان فيه مبارات كبيرة جدا انت كان صعب ان انت تهاجم فيها مش بحتاج متعة فيها خالص انت بحتاج تكسب خلي المتعة تبقى مع السيتي صعب